طيب خلينا بقى ناخد الجزء الأخير برضو عن منتخب مصر النهاردة مع بوتسوانا ويعني طريقة بوتسوانا نجحة النهاردة أنه هو يقدر هو الراجل جاي مدرب بوتسوانا جاي عايز يتعادل كابتن نادر تمام يا جابتن يعني ما يقدرش يفتح مساحات ما يقدرش يهاجم منتخب مصر هو ما عندهش غير أنه هو يتكتل ويلعف منطقة جزاوه عشان يقدر ياخد النقطة من منتخب مصر هو الراجل اللعب في حدود إمكانياته فرقة زي ما قلت حضراتي مستوى تالت مش مستوى عالي عمل زون ديفنس كان بيلعب على كونتر أتاك ما قدرناش نستغل النهاردة ضعف حارس المرمى مستوى أقلال جدا طبعا زي ما قل يعني ما فيش رغبة ما فيش حماس ما فيش خلاص المنتخب خلاص وصل للبطولة حتى ما فيش جماهير لا ده دي ظاهرة غريبة بصراحة حاجة غريبة جدا بصراحة يعني ما تيجي ببص المنتخب مصر وشاف المنتخب ماشي كويس يعني في الفترة الأخيرة فلا مطلوب الدعم برضو فلا النهاردة بصراحة الأداء ما كانش أحسن حاجة يعني ما ساعدنا بوتسوان على إنه هو يوصل للنتيجة اللي هو عايزها بطء طبعا في التمريرات مش عارف يعني لا النهاردة من قال المتشاط اللي شفتها الكابتن حسام حسن طيب خليني أسألكو بقى في حاجة النهاردة كان يعني فيها تساؤلات قبل المباراة وكان كلنا بنقول عواد حيلعب مصطفى شوبير حيلعب المهدي سليمان بس طبعا يعني كان الكلام أكتر على عواد ومصطفى شوبير شايفيني النهاردة إن كابتن حسام يلاعب مصطفى شوبير على حساب عواد شايفها إزاي؟ هو المنطق بيقول إن أنا التصنيف عندي بيبع عندي واحد واثنين وتلاتة بالنسبة لاختياراتي كجهاز فني أو مدرب حراس بخصوص كابتن سعفان هو عنده الشناوي طبعا رقم واحد وعنده عواد المفروض إن هو رقم اثنين بحكم الراجل بيشتغل وبيعيش فورمة مميزة جدا مع النادي الزمالك ووصل للبيك بتاعه بالنسبة للليفل وعنده مصطفى شوبير وعنده مهدي سليمان هم دول المجموعة اللي شغالين في الوقت الحالي فالطبيعة الشناوي مش موجود إن عواد هو اللي بيشتغل واخد على رتم الماتشات واخد على الضغوطات ولعيب دولي برضو وعواد ولعيب متأسس كويس ومصطفى لعيب كويس جدا بس هي فكرة المشاركة ما بين الاتنين أنا شايفها حاكتين الحاجة الأولى قناعات إن جازل فني بما فيه مدرب الحراس كابتن سعفان مقتنعين جدا مصطفى شوبير بإمكانات مصطفى شوبير وعايزين يدوله يعني جرعات من الماتشات بحيث إن هو ياخد الثقة ويبدأ إن هو يكون مؤهل بشكل كويس إن يكون هو الحارس التاني بعد محمد الشناوي لإن هو طبعا فكرة إن هو ما بيلعبش في الأهلي دي ظالماش شوية في ظل وجود الشناوي والحاجة التانية الموضوع بقى بتاع الجايزة بتاعت التصنيف بتاع أفضل لعب داخل القرى ممكن يكون لها اعتبارات برضو بحكم إن المباراة مباراة خلاص انت ضمنت التأهل وإن أنا بلعب بمجموعة كبيرة جدا من العناصر الجديدة اللي ما لعبتش أبل كده يعني من ضمن العناصر بتساعد يعني مصطفى شوبير بالضبط يعني فدي ممكن تفرق معاه معنويا والكلام ده ده يعني توقعي بالنسبة للجزئين يعني لو هو توقع فني هيبقى إنهم عايزين يدخلوه يدولو الصقة بحكم إنهم ما بيلعبش في الأهلي إن الشناوي ركب في الحتة دي والحاجة التانية المعنوية بقى بتاعت البطولة بس هو المنطق إن محمد عواد كان يلعب لا هو الطبيعي إن عواد يلعب بالمستوى الأداء اللي هو بيقدمه مع الزمالك لا هو الطبيعي هو اللي يكون موجود يعني طبعك يا كابتن هادي والله كابتن حسام قال برضو يعني مش هختلف معاه في الكلام طبعا بس الواضح إن الجازي الفني مقتنع بمصطفى شوبير يعني عنده قناعا مصطفى اللي جاي أو هو ودي رساله برضو إن لو فيه ماتش مهم الشنوى غايب مصطفى شوبير اللي هيشتغل واللي هياخد طبعا ده ما بيقللش من عواد مستوى هايل بصراحة مع الزمالك الفترة الأخيرة ماشي كويس جدا لكن أنا كنت أتمنى من كابتن حسام النهاردة إن هو يدي له فرصة برضو لأنه هو بيكلل مجهوداته كسبان برضو عامل أداء هيل في الصوبر وماشي وبردو حتى الصوبر لمصر كان كويس جدا فشايفي النهاردة زي ما حسام قال لا أنا شايفي القناعة التامة بالجهاز هو بيسعد ومصطفى شوبير